كانت معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لقرابته قائمة على الرحمة والشفقة والإحسان وتمني الخير والحرص على نجاتهم في الدنيا والآخر من ذلك أنه صلوات ربي وسلامه عليه مر بالأبواء فجلس عند قبر ويهز رأسه كالمخاطب ثم بكى صلوات ربي وسلامه عليه حتى أبكى أصحابه وقال لهم هذا قبر أم محمد استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فزوروها فإنها تذكركم الآخرة يعني القبور نبينا عليه الصلاة والسلام زار قبر أمه وبكى عند ذلك القبر رحمة ورقة لها أيضا نبينا عليه الصلاة والسلام كان حريصا على دعوة أقائبه إلى الإسلام كان حريصا على هدايتهم لما أدركت الوفاة عمه أبا طالب نبي عليه الصلاة والسلام جاء فجلس عند رأسه وهو يقول له يا عم قل كلمة أشهد لك بها عند الله يا عم قل كلمة أشهد لك بها عند الله وبدأ يلح عليه وكان عند رأسه أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة فكانا يقولان له أترغباني أترغب عن ملة عبد المطلب فكان آخر ما قاله أنا على ملة عبد المطلب ثم خرجت روحه فحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عليه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم من المهتدين